مشاريع عدة طرحت ضمن خطة التعافي الاقتصادي خصوصا في الاستراتيجية السياحية الجديدة ويعتبر مركز المعارض الجديد مركزا مهما ضمن الاستراتيجية يهدف إلى تعافي قطاع المعارض والمؤتمرات وجذب السياح والمستثمرين لمملكة البحرين منذ يناير 2020 تم وضع حجر الأساس لمشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمساحة تقدر ب309 ألف متر مربع مشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد انشئ كموقع نموذجيا لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية بفضل بنيته التحتية المتطورة وتجهيزه بالتكنولوجيا والخدمات المتطورة بحسب أعلى المعايير الدولية في مجال صناعة المعارض ما سيحفز سائر القطاعات التي ترفض احتياجات السياحة الوفدة من أجل تنويع مصادر الدخل وتحقيقا لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين حيث سيضم هذا المركز عشر قاعات للمعارض مجهزة بأحدث الخدمة اللازمة لاحتضان الفعاليات والمعارض العالمية ومركز المؤتمرات الرئيسي والمجهز بأكثر وسائل العرض تطورا ويتسع لما يزيد على أربعة آلاف شخص إلى جانب اثنين وعشرين قاعة متنوعة الاستخدامات بمساحات متوسطة وصغيرة مملكة البحرين حريصة على تهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب الأعمال والفرص التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية سعيا لتقوية مكانتها كأحد أبرز المركز الاستثمارية في المنطقة ويأتي مشروع المركز الجديد مواكبا للنقلات النوعية في القطاع السياحي المحلي